السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في المقطع الجديد من لعبة الدا الرنك نزلت مقاطع كثير عن فارمق وفي كل مقطع تقريبا يجين سؤال عن غول سكراب وعن رجل الدجاجة هذا الأيتمين بإذن الله رح ارويكم أماكنهم لا نهائي اليوم طبعا غول سكراب مجرد ان تحصل خلاص تحط هذا الأيتم ويتم يبقى لا نهائي رح يسوي لك بوست لكل الرونز اللي تأخذهم في باقي اللعبة أما رجل الدجاجة يسوي لك بوست تقدر تستخدمهم الاثنين مع بعض يعني زي ما تقول دبل النسبة ولكن رجل الدجاجة يختلف انه يخلص يعني المدة ثلاث دقائق ويخلص وإذا استخدمت أي غريس بوينت يلتغي هذا الرونز حتى لو ما عده ثلاث دقائق فانتبهوا لهذا الشيء إذا كنت تتفرم ارجع ماشي إلى الغريس بوينت ولا تسوي الفاس ترابل أول شي رح نبدأ فيه اللي هو الغول سكراب مثل ما تشوفون أنا في منطق التنانين تحت الشيء اسمه تلسكوب هذا هذا هو المكان مثل ما تشوفون على يمين الجهة الأولى تقدر تأخذ هذا الغريس بوينت أو تأتي من فوق من هذا الغريس بوينت وتمشي باتجاه السمولدرينج وال من هنا رح أرويكم أسرع الفيديو ورح أمشي لهذا الاتجاه باختصار في بوست لازم نقتله عشان نحصل هذا الايتم إذا عندك هذا الايتم قدم المقطع شوي ورح أرويك كيف تسوي كرافت للغولد سكراب طيب نبدأ رحلتنا من هنا إذا جيت إلى هذا المنطقة عند التلسكوب مثل ما تشوفون يا إخوان أنا حاليا عند هذا الغريس بوينت مثل ما رويتكم ورح أمشي باتجاه الايست مثل ما تشوفون فوق البوصلة مهمة إذا كنت تابع شرح في بعض الحيان وما تعرف أي اتجاه أنا مشيت أو شفت أي مقطع باليوتيوب المهم مثل ما تشوفون يا إخوان الكهف موجود عند الهجار هذه اسلم وش ذا راح تنزل أو ترقى الشجرة وراح تشوف الكهف في هذا المكان دقيقة هنا تقدمت خير حس الوضع بالحصانة صعب مثل ما تشوفون هذا هو الكهف طبعا يفضل إنك تولع الشعلة خلنا أخذ الغريس بوينت شوف هي أطول عمر والغريس بوينت هذا بدل ملابسك خلك لايت لود شغلة ثانية بتستخدم الدائرة تضغط دائرة مقارنة تضغط أي شيء ثانية عشان تعطي ظهرك المكان هذاك وتوصل لأن هنا يصير لك زي سوف تنزل بوينت هذا المكان شوف راح أنقز هنا عطه رول وبعدين عطه ظهرك ولكامرا ممكن تحركها يلا الله هنا تضبط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتأتي عنده وخلاص يتم دائما فعال عندك الآن يأتي إلى الرجل الدجاجة اللي هو في هذا المكان إخوان هذه المنطقة لازم أنكم تأتيونها من تحت لأنه هنا الجبال هذه مرتفعة فما تقدر تنط من هذا المكان هذا أنا وصلت الآن للمنطقة هو المدخل الوحيد الذي أقول لكم مثل ما تشوفون هناك مرتفع على يمين الوسار ما تقدر تنزل منه إذا أول مرة نزلت في هذا المكان أول ما توصل لهذه المنطقة راح ينزل من الحصان ويأتي واحد يهجم عليك من هذه المنطقة حاول أنك ترجع إلى عند البرج هذاك ورح يرصب إن واحد يساعدك كل ما عليك تسويه أنك تبتعد منه المهم هذا هو الكهف موجود هنا وإن شعلتنا فيه غريس بوينت راح تأخذ يمين أول ما تدخل طبعا البوس هذا اللي تدخل عنده لا تقتله ضروري أنك ما تقتله أول ما توصل هلثة إلى النص عشان يرصبا طبعا بتفتح الصندوق لازم توصل هلثة إلى نص وما تقتله شوف لأني الحين سرقت أغراضة على الأساس يعتبرني فبيهجم علي مثل ما تشوفون إخوان أول ما وصلت هلثة أقل من النص سوف يطلب مني أني أسامحه وقبل أعتذاره المهم إذا كلمته راح يطرع عليك الخيار هذا فوركيف أن فوركيت اللي هو تسامحه وتنسه المهم راح أرجع إلى الغريس بوينت اللي أخذناه قبل شوي ورح أرجع أكلمه في منطقة لسار ناك اللي يوده يستكشف طيب هذا أرجعت له الحين يمديك تشتري من عنده بعد ما تكلمه وفيه سايد كويست الظاهر عنده المهم مثل ما تشوفون أقدر أشتري من عنده ثلاثة من رجل الدجاجة لكن لكن أنا جيت عشان أشتري من عنده هذا الكوكبوك هذا اللي راح يسمح لنا إخوان أنك تسوي كرافت للرجل الدجاجة وهذا استعراض على سريع الأغراض اللي عنده طبعاً لما شف مقطع الإسرار لنتكلمت عن هذا الآيتم اللي هو ماركت الشكل اللي هو يساعدك في قتل ماركت هذا الآيتم راح يساعد كثير في قتل هذا البوس المهم بعد ما شترنا هذا الآيتم راح ترجع الحين إلى تشيرتش أوفيليه اللي هو من بدايات اللعبة كي تعرفونه ترجعون عنده هذا التاجر وتشترون من عنده الكرافتينج كت هذا هو أنا شاريه فمثل ما تشوفون راح تدخل إلى الآيتم كرافتينج وراح تحصل القولد بيكل فول فوت صدقني في 10 دقائق لوت تقدر تسوي من هذا يمكن 50 رجل دجاجة تجيبه طبعاً يا شباب تقدر تفعل هذا الآيتم تخليه ببوست زيادة فوق هذا الآيتم يعني اثنين مع بعض ولكن لا تنسون أنه المدة 3 دقائق بس المهم يا خوان عشان تسوي كرافت مثل ما تشوفون أول شي تحتاجها الروا فروت حتى كاتبك بالوصف تحته يقولك ممكن تحصله في المنطقة هذي وإذا جيت عند الفيرست ستب أنصحك إذا كنت بتجمع معناه يتحصل في كل مكان أنصحك أنك ترسبن في الليمغريف وتحصل الروا فروت هنا بكثرة ممكن بس تفرفرها سريع وتجمعهم أكيد شفتوهم وانت تفرفر بالحصان كذا راح تقدر تجمع كثير منهم فالحلو في الموضوع أنك على طول ترجع لغريس بوينت وترجع لتلقط منهم وكذا إذا أنت متقدم شوي في اللعبة أنا متأكد راح تحصل مليون واحد عندك لكن اللي جديد على اللعبة راح يفيده هذا المكان جمع ورسبا جمع ورسبا وكذا أما الشرط الثاني هذا من الطيور تحصلونه أنصحكم أنكم تجون في هذا المكان وراح تحصلون مجموعة طيور شوفه ما غير ما غير لأروح هذاك المكان بالسهم عشان السهم لو قتلته مايروح أو مايرطير أخويه اللي جنبه عادي ناظر فيه ما عنده مشكلة لكن إذا جيتها بالسحر أو جيتها بالسيف راح يطيرون عليك وإذا جيت هذا المكان يا أخوان مثل ما تشوفون يا كثر الطيور في هذا المكان أنا معي اللونغ بوي طول أنصحكم أنكم تشترون الشورت بوي من عند التاجر برويكم ويا بعد شوي مثل ما تشوفون هذه الطيور بعضهم يعطونك وبعضهم لا فيفضل أنك تيجي عند هذا المكان لأن فيه طيور كثير فاحتمالي أن تحصل الأيتم اللي تريده أكبر توقف أنا على الزاوية وترمي عليهم واحد واحد في واحد فاهق بشيره مع الصخرة الموت ينزل كتير لس الظاهر نها عادي لا لا والله سلام عليكم لا 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 ليه ليه مستجرين فيه تاجر هنا تحت هذا المكان إذا ما عندكم الأسهم أنصحكم أنكم تيجون عنده لأن عنده الظاهر الشورت بوي أي هذا هو الشورت بو أفضل بكثير ويطلق أسرع فضروري أنك يمتفرم تستخدم الشورت بو وبنفس الوقت تجترلك الأسهم من هنا راح أشتري من عنده هذا الكوكبوك هذه كلها راح تفتح لك شغلات يمديك تسوي لها كرافت غير هذا المكان الآن يا أخوان أنصحكم أن تجون تحت هنا هذا الفيرس بوينت وين ما تبدأ اللعبه أنصحك أنك تنزل تحت في هذا المكان راح تحصل على الشاطي هذا طيور كثير يمديك تجمع منهم وتفرم وأنصحك بعدين للآيتم الثالث أنك تجي تجمعه من هنا اللي هو البترفلاي وهذا هو المكان يا أخوان مثل ما تشوفون الدنيا مولعة هنا فيه 2 أنت بس امشي بالحصان واضغط السبام على المثلث ستحصل كثير هنا ستحصل كثير هنا ستشوف إذا يبين عندكم واضح بس إنه كثير مرة ستحصلهم من هالمنطقة والأمور طيبة توني بقول أمور طيبة ترى أنا حارشدة دخلت فيه بزيادة ولا أمورك طيبة وبكذا يا أخوان راح ترجع لآيتم كرافتنج ويمديك شف أنا حاليا يمدينا يسوي كم يمدينا يسوي اثنين في شي ناقص عندي اللي هو طيور طيور ما جمعتها وما فرمتها كويس أنصحكم تسوين هذا الشيء في بداية الأعبة خصوصا إذا كنت توقب بادي راح يفرق معك كثير في تلبيلك ورح يسرع عملية تطوير شخصيتك هذا كان مقطع اليوم أخوان أعذرنا على تخير لكن متأكد فيه ناس بيستفيدون منه والمثل يقول لك أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صار يعطيني 17 ألف من 11 ألف إلى 17 ألف بدون رجل الدجاجة كان يعطيني 13 ألف يعني بس القول سكراب الحالة 13 ألف مع الاثنين 17 ألف جدا رهيب